اشتركوا في القناة تعلمنا في الدروس السابقة كيف تعمل البطاريات والفرق بين البطارية القابلة لإعادة الشحن والبطارية غير القابلة لإعادة الشحن فإذا يمكنني أن أجيب عن السؤال التالي أشرح كيف يتم شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن في الأجهزة الكهربائية هل أعرفها جيدا؟ نضع صح؟ أم أريد أن أتدرب عليها؟ أم أريد أن أتعلمها من جديد يا ترى؟ لمن يعرفها جيدا أنتم رائعون ولمن يريد أن يتدرب عليها أو يتعلمها من جديد يمكنكم مشاهدة فيديوهات الدروس السابقة لدينا هدف وحيد لليوم وهو أن نصف ما يحدث عندما تنفذ طاقة البطارية مرحبا وضيحي كيف حالك اليوم؟ أهلا أهلا معلمتي ما الذي حصل مع صديقنا جاسم يا ترى؟ ذهب جاسم في رحلة مع عائلته واستمتعوا كثيرا بالأجواء الخارجية وخاصة عند حلول الليل ولكن بعد أن أضاءوا المصباح لمدة ثلاث ساعات توقف عن العمل لماذا برأيكم؟ ما الذي حدث يا أبطاري؟ لماذا توقف المصباح اليدوي عن العمل يا ترى؟ ما رأيكم؟ رائع نفذ الطاقة البطارية ولكن لماذا استخدمت عائلة جاسم المصباح اليدوي بدلا من المصباح الكهربائي؟ لماذا؟ تعلمنا الفرق في الدرس السابق لأن المصباح اليدوي يسهل حمله ونقله وهو يعمل بواسطة البطاريات التي الغير قابلة لإعادة الشحن والتي نتخلص منها عندما تفرغ طاقتها أما الأجهزة الأخرى فهي تحتاج إلى سلك ومقبس كهربائي لكي تعمل ولكن كيف يمكننا أن نساعد عائلة جاسم بعد أن نفذ الطاقة البطارية الخاصة بمصباحهم يا ترى؟ أحسنتم يمكن أن نستبدل البطارية الفارغة ببطارية جديدة مليئة بالطاقة والآن يا أبطال سنستكشف كيف نحرف مقدار الطاقة المتبقية في بطارية الهاتف المحمول لنستمع إلى قصة صديقتنا سارة السلام عليكم يا أمي أردت أن أحلى واجب العلوم على برنامج التيمز ولكن هنا هاتفك المحمول لا يعمل لماذا؟ إنه لا يعمل يسارا لأن بطارية الهاتف نفذت شحنتها وأصبحت فارغة ويجب عليك إعادة شحن البطارية لكي يعمل الهاتف المحمول وكيف ذلك يا أمي؟ أنا لم أفهم ماذا تقصدين بذلك؟ كيف يعمل جهاز الهاتف المحمول يا ابنتي؟ يعمل بالبطارية القابلة لإعادة الشحن من خلال رمز البطارية أعلى شاشة الهاتف المحمول يمكنني أن أعرف إن كان مشحونا أم لا وكيف أعلم أن الرمز يدل على أن البطارية مشحونة أم لا يا أمي؟ انظري يا سارة إلى رمز البطارية الموجود على شاشة هاتف المحمول على ماذا يدل هذا الرمز يا سارة؟ يدل على أن الهاتف غير مشحون صحيح تظهر لنا أن الهاتف غير مشحون أي أن البطارية نفذت منها الطاقة ماذا تتوقعين يا سارة؟ ماذا سيحدث للبطارية غير المشحونة عندما أصل قابس الهاتف المحمول بالمقبس الكهربائي يا ترى؟ أتوقع أن يتم إعادة شحن البطارية أحسنتي يتم إعادة شحن البطارية والآن يا سارة هل تحبين اللعب؟ لا لا يا أمي أنا أحب اللعب كثيرا فإذن هيا يا سارة لنلعب نحن وأصدقائنا التلميذ هذه اللعبة الجميلة مع معلمتنا والآن يا أبطال بعد أن استمعنا لقصة صديقتنا سارة لدينا هذه اللعبة الجميلة لنعبها سويا لعبة ترتيب البطاريات حسب مقدار الطاقة لدي هنا مجموعة من البطاريات لكل منها مقدار طاقة مختلفة عن الآخر انظروا إلى الأرقام أسفلها ماذا ترون؟ هنا خمسون وهذا الرمز يعني بالمئة مئة بالمئة صفر بالمئة خمس وعشرون بالمئة وخمس وسبعون بالمئة والآن هل يمكنكم أن تساعدوني على ترتيب هذه البطاريات من الأقل طاقة إلى الأكثر طاقة؟ هيا ساعدوني ما رأيكم؟ أي بطارية هي الأقل طاقة يا ترى؟ لننظر إلى الأعداد أحسنتم صفر بالمئة هي الأقل طاقة ثم خمس وعشرون بالمئة ثم خمسون بالمئة ثم خمس وسبعون بالمئة ثم مئة بالمئة أحسنتم أنتم رائعون والآن لنستمع إلى صديقنا الوضيحي وملخص ما تعلمنا في هذا النشاط من صفحة 95 تستخدم الرموز لتوضيح مقدار الطاقة المتبقية في بطارية الهاتف المحمول شكرا لك صديقنا الوضيحي والآن يا أبطال لنفتح سويا الكتاب صفحة 100 التدريب رقم 3 والمطلوب أن أرسم رمز البطارية المشحونة تماما هيا أروني إبداعكم في الرسم أريد بطارية مشحونة تماما هل انتهيتم؟ رائع لنتأكد مع بعضنا من الإجابة الصحيحة هذا الرسم يعبر عن بطارية مشحونة تماما وطاقتها كاملة 100% هيا أرسموا لأنفسكم وجها مبتسما لأنكم تستحقون ذلك والآن يا أبطال لدينا نشاط جميل لدي هنا ثلاث سيارات كل منها تعمل ببطارية لديها طاقة مختلفة عن الأخرى مثلا السيارة الحمراء طاقة بطاريتها فارغة أما السيارة الصفراء فطاقة بطاريتها مشحونة جزئيا أما السيارة الخضراء فبطاريتها مشحونة تماما توقعوا معي وسجلوا توقعاتكم في الكتاب صفحة 97 في الجدول التالي وسأسجل توقعاتي هنا أولا برأيكم ماذا تتوقعون؟ البطارية التي سوف تعمل لأقصى فترة زمنية أي بطارية هي يا ترى؟ هل هي الحمراء، الصفراء أم الخضراء؟ هيا سجلوا توقعاتكم وما البطارية التي سوف تعمل لأطول فترة زمنية يا ترى؟ سجلوا توقعاتكم هنا والآن لنختبر السيارات الثلاث مع بعضنا سأبدأ بتشغيل السيارة الحمراء حاولت ذلك ولكنها لم تعمل والآن السيارة الصفراء تحركت لفترة زمنية ثم توقفت والآن السيارة الخضراء تحركت لفترة زمنية طويلة والآن هل كانت توقعاتكم صحيحة؟ سجلوا ملاحظاتكم هنا فالبطارية التي سوف تعمل لأقصى فترة زمنية سجلوها وهي كانت الحمراء لأنها لم تعمل أساسا فبطاريتها ليس لديها طاقة أما البطارية التي سوف تعمل لأطول فترة زمنية بالطبع هي السيارة الخضراء لأن طاقتها مكتملة تماما والآن لنستمع إلى صديقنا الوضيحي وملخص النشاط السابق عندما تكون البطارية مليئة بالطاقة تكون مشحونة تماما عندما تستخدم الطاقة كلها في البطارية تصبح فارغة تماما لن يعمل الجهاز الكهربائي الذي يعمل بالبطارية إذا فرغت البطارية أو إذا نزعت منه شكرا لك صديقنا الوضيحي والآن يا أبطال لنفتح سويا الكتاب صفحة 98 التدريب رقم واحد المصباح اليدوي مفيد جدا إذا كنت في الخارج ليلا ولكن ماذا لو نفدت الطاقة من أي مصباح ستختارون أحدد المصباح اليدوي الذي يفضل استخدامه للسير ليلا وأبرر اختياري هل هو المصباح ألف طاقته فارغة أم المصباح ب المشحون جزئيا أم هو المصباح جيم المشحون كليا ما رأيكم أي مصباح ستختارون هل اخترتم ولماذا لنشاهد بالطبع إنه المصباح جيم لأنه سيعمل لفترة طويلة أحسنتم بارك الله فيكم ماذا تعلمنا في النشاطين السابقين يا ترى لنستمع إلى صديقنا الوضيحي وفقرت ماذا تعلمت تفقد البطارية من طاقتها ما دامت تستخدم داخل الجهاز وعندما تفقد البطارية طاقتها الكاملة أو تنزع من الجهاز فإن الجهاز يتوقف عن العمل شكرا لك صديقنا الوضيحي والآن يا أبطال لنفتح الكتاب صفحة 99 التدريب رقم 2 أصل بخط بين صورة كل الجهاز وما سيحصل له عندما تفرغ بطاريته من الطاقة لدينا المصباح لدينا لعبة الروبوت ولدينا السماعات هيا قوموا بالتوصيل لنتأكد من إجاباتنا بعد ذلك هل انتهيتم؟ أحسنتم هيا بنا لنتأكد مع بعضنا بالطبع المصباح سوف يخفط الضوء تدريجيا ثم ينطفئ لعبة الروبوت سوف يتوقف عن الحركة أما السماعات سوف ينخفض الصوت تدريجيا ثم يتوقف الجهاز عن العمل أحسنتم بارك الله فيكم أنتم رائعون الآن ماذا أستطيع أن أفعل؟ هل أستطيع أن أصف ماذا يحصل عندما تنتهي طاقة البطاريات؟ صفحة 126 هيا من يعرفها جيدا؟ ومن يريد أن يتدرب عليها أو يتعلمها من جديد فليشاهد فيديو الدرف مرة أخرى لدينا نشاط منزلي جميل التدريب رقم 5 صفحة 101 إلى هنا ينتهي لقائي بكم لهذا اليوم أستودعكم الله إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر